السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في حلقة جديدة على القناة. في الحلقة اللي فقدت تكلمنا عن فكرة ايه البرامتر زي بتحكم فيه وما الى زلك. قلنا الحلقة دي هنتعامل مع على خلني اقول لك انحنا نحتاج واحدة اسمها الناس اللي اتخدت معي جزء الرابع عرفها. هنستخدم فيها باكتج جواها اسمها جيجي بلوت الناس اللي خيات معي الجزء الثالث عرفها. وهنشوف شكل على الار وازاي نعمله وازاي نفجوليز اصلا الديتا او بتاعنا بنفجوليزو ازاي. طيب انا هنا هقول له لو انت مش عندك هتقول له انستول وتكتب هنا اه او 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 وتقول له انستول وتعمل اه انت بتعمل من فوق طبعا. بس انا طبعا مفتوض ان انت هنا اا يعني عارف الكلام ده وعدت معي على اربع اجزاء فاتو. فمفتو ان انت عندك التي ديفيرس لان احنا استخدمناها في جزء اللي فاتو. طيب هعمل اسمه تمام? وهتخدم اسمها ار نورم. ار جاي من كلمة راندم. نورم جاي من كلمة انا هنا بقول له ايه? بقول له اعمل لي قيم عشوائية تقوم بتميل الى كم عدد القيم دي متين المين بتاعها انا قلت له المين بتاعها عايزه يبقى ستة والساند ديفيجن بتاعها عايزه يبقى اتنين. اتفقنا ان قبل كده ان والمين بيتحاكموا في شكل فانا هنا اصبح معايا بتميل الى او بشكل عشوائي لو قلت له دلوقتي ورنيت هيديني الشكل بتاع الداتا بتاعتي ده. دي الداتا اللي هو انشأها لي القيم اللي هو انشأها لي. احنا غالبا مش بننشئ داتا غالبا بيكون معنا بتاعتنا وبنشوفها وده اللي هنقضو طول بس احنا بس بندي مسال. احنا هنعمل ايه في الوقت ده? طيب انا عملت حل? هستخدم بقى عشان اشوف شكل بتاعه عامل ازاي? كالعادة بنستخدم تمام? وبقول له تانية هنا هو بيقول لي انا عايز نوع بتاعي ايه? يعني مسلا انا اكتبت كده تمام? حلو. وقلت له ايه? كده. لما انا بكتب له جيوم. بيزهر لي كده بيقول لي اسماء اللي عنده كلها. بقى بلانك بوكس بلوت كول. اا دنستي بلوت دنستي دو دي وما الى ذلك دوت بلوت وما الى ذلك. عندنا اكتر من بلوت. اا ممكن نعملها ولكن احنا هنعمل بلوت اللي اسمها هستو جرام. تمام? الاس هنا الكامل ده عشان مش هشرحه كثير. الاس هنا هحط فيها الاكس اكسس والواي اكسس. انا عندي هنا ما فيش واي اكسس. انا عندي جاست اكس اكسس. اللي هو اللي هي اللي الدي دي. دي كلها داتا. فانا دايما بفجوليز النمريكال داتا. في هستو جرام. فانا هنا هقول له بس. لان هي دي الاكس اكسس بتاعتي ما فيش غيرها. وبعد كده هقول له عشان اشوف بتاعتي او الحجم بتاع بتاع بتاعتي هيبقى عامل ازاي. تعال نرن ونشوف ده اين اللي هيحصل بتاعتي شكلها عامل ازاي. ده كده بتاع الداتا بتاعتي. ده بتاع الداتا اللي انا نسا عاملها دي اسمها هوا ده بتاعها. انا شفت بتاعها عن طريق الهيستو جرام. الهيستو جرام بياخد بس بس ما بياخدش اي حاجة لو معك مش هياخدها الهيستو جرام. فلازم يكون معك زي الداتة اللي احنا يسا شايفينها معنا دلوقتي. طيب انت كده من وجهة نظرك هل انت شايف انه دون يعني مش عارف هتعرف منين? يعني انت شكله بيقول ان هو نورمل وتحسه مش نورمل فاحنا ما نعرفش. طيب انا هحاول ان احنا نقرب فكرة اعرف ومعرفش دي عن طريق ان احنا نشوف بتاع الشكل ده عامل ازاي? هو هنا في في حاجات جواه فاحنا ممكن تكون انت مش اخد بالك قوي او مش شايف بشكل افضل فهنعمل نفس الكلام هقول له بس هتخدم تانية اسمها عشان يوريني الكسافة بتاعته عامل ازاي? وفي نفس الكلام هقول له اس اللي هي الداتا بتاعتي فهقول له هيزهر لي بالشكل ده. الداتا دي زهروا لي بالشكل ده. تمام? يبقى انا لما بقول له بيران بيديني داتا. وعلى كده هيديني الشكل دوا وعلى كده هقول له هنا شكل البلوت اتغير لما رانيته تاني. تعرف ليه? دي نقطة مهمة. يعني بص هنا شكله اتغير لما انا رانيته اول مرة? لان هي اصلا كل مرة بترنها بتديك داتا مختلفة عن قبل كده. يعني مسلا لو انا رنتها تاني هقول له تاني. اللي هي دي اللي هي بتعمل لي نورمل. اوكي? اللي احنا قلنا عليها. وجدت رن ده هتلاقي شكله مختلف. تمام? وجدت رن ده هتلاقي شكله برضو مختلف. تمام? وصلة الحتة دي في من بتاع الار دي بتعمل ايه? كل مرة بترنها بتديك داتا اه بتديك داتا بشكل عشوائي. مش مش بشكل منظم. فكل مرة هترنها هتديك داتا مختلفة. طيب احنا كده شفنا ازاي ممكن بتاعتنا اه اللي هنستخدمه طول في موضوع السؤال هنا هل هو ده فعلا ولا لا? يعني ازاي اعرف الداتا بتاعتي تميل الى ولا ما بيتميلش الى بصلتها خالص. انا هعمل حاجتين او غالبا هتبقى حاجة واحدة اه بلوت بشوف من خلال هال الداتا بتاعتي بيتميل لنورمال دي سويشن ولا? فهنسميها تستنج فور نور نورماليتي اوكي? هنشوف نعمل تست ازاي الداتا بتاعتي نورمال او مش نورمال طيب. انا بعمل تست دا عن طريق بلوت اسمها كيو كيو بلوت. بكل بساطة البيوت دي بتعمل لي بتاعت الداتا بتاعتي على خط المفروض ان هو يبقى نورمال. وبناء العالية انا بشوف بتاعتي هال الداتا بتاعتي ماشية مع الخط دوان فهي لو ماشية مع الخط دوان تبقى نورمال. لو هي بعيدة عن الخط معظمها بعيدة عن الخط او ماشية في اتجاه غير اتجاه الخط تبقى هي مش نورمال. اوكي? تعال نجرب بتاعتنا. اول حاجة بقول له جي جي بلوت عادي جدا. او اه اوكي هننشئ داتا. تمام? هقول له راندم ده وهاقول له ار نورم. تمام? اللي احنا قلنا عليها. هقول له بوينت هيبقى الف بوينت. المين هيبقى خمسين. وستاندر ديفيجن هيبقى خمسة. فانا لو راند دوان. هينشئ لي مجموعة من الداتا. تعال نشوفها. زي ما انت شايف كده? الف بوينت. بس 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 بس. سهلية مع ار. ثانية. ثانية كريت لك داتي. مش ثانية او يعني ما اتققاش في الكم لأ يعني ابص. لحد كام? لحد الف. لان انا قلت له ايه? ايه في البعدة كده? قلت له عمل لي الف المين بتاعهم كزا? والميديم بتاعهم كزا. او بتاعهم كزا. يعني انا المفروض كده معها مجموعة الداتا بتاعتي. طيب. هعمل ايه? هقول له جي جي بلوت الفونكشن اللي بتعمل لي بلوت او بلوت وهديله ال بتاعتي اللي هي اسمها اللي هو باسم الـ الـ الـBERIBLE ده تمام? وهقول له ايه اي 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 اس اللي هو مفروضة هحط بتاعتي. في حاجة اسمها عشان حط فيها الـ اللي انا هعمل له الى احنا انتفقنا ان هو اسم الـ اللي احنا انتفقنا انه لازم يكون اللي احنا اتفقنا ان هو لازم يكون οكي? طيب. هقول له ستات كيو كيو وهقول له ستات كيو كيو هنا هيحسب النورماليتي بتاعة البيلوت دي المفروض تبقى عامل ازاي? وهنا هي فيجولايز الخط بتاع النورمال اللي انا همشي عليه. تعال نشوف الكيو كيو بلوت دي شكلها عامل ازاي? او طيب الخط اللي هو وراء ده ده الخط النورماليتي بتاع الديتا دي. المفروض الديتا دي عشان تبقى نورمال لازم تبقى بالشكل ده. اوكي? حلو. ده بتاعي. ده اللي انا بعمله. ده اللي المفروض يحصل. والنقط دي هي بتربريزنت كل نقطة في الديتا بتاعتي على الخط. لو انا لقيت ان الخط بتاعي بالشكل ده وانا. ماشي في اتجاه وقريب من ويبيربريزنت على الخط اللي وراء يبقى الديتا بتاعتي تقريبا نورمال. تقريبا هوا احنا نهزر ايه تقريبا دي? اه طبعا تقريبا لان الكيك هي خطوة اولية ان انت تستكشف هل ديتا بتاعتك نورمال او لا. يعني ما تقدرش بشكل جزري تقول ديتا بتاعتي نورمال مية في المية. لان في الاول في الاخر ده شكل تصوري. مش بالارقام. انت ما عندكش رقم يقولك هو نورمال او مش نورمال. ولكن بيديك معلومة هل ديتا بتاعتك نورمال او نورمال مش نورمال بشكل تقريبي. هتقولي ازاي بشكل تقريبي? يعني هقولك الشكل اللي قدامك ده بياميل ان بتاعتك تبقى نورمال. في شكل تاني ممكن نعمله. اه ايسين كده? هوريك ممكن ممكن شكل تاني ما يبقاش نورمال ازاي? مسلا. دي داتا تانية. لما جينا نعمل لها الكيكي سكوة الكيكي بلوت بتلعي الداتا بتاعتها بتربريزنت بالشكل ده. والخط بتاع النورماليتي ماشي كده. من وجهة نظرك دي شكل داتا نورمال. بص شكلها عاملت ازاي? ولا ليه علاقة بالخط اصلا. هي في حتة والخط في حتة. الداتا بتربريزنت في حتة وهي في حتة. فمن هنا انا ممكن اخد الكيكي بلوت ان هي ممكن تقولي تقريبا هل الداتا بتاعتي نورمال ولا مش نورمال. في تست برضو ممكن يقولي الداتا بتاعتي نورمال ولا مش نورمال. بالارقام مش بس بالتصور. يعني دلوقتي الكيكي بلوت مجرد تصور. طب في تست اه في تست. في حاجة اسمها اسمها شابيرو ويلق تست. وفي اكتر من تست انا كاتبهم هنا ليك عشان تبقى هما هيقوم معاك في الملف اللي انا هبعطه لك. بس احنا هنستخدم اللي هو اول واحد دون. انا هفترض افتراضين. تمام? وهو مبني على اللي احنا هناخدها في الجزء الرابع. فانا مش بحمل عليك ان اكتفهم الجزء ده قوي بتاع التست دون. لان هو مبني على الهايبوس تستو والاتش زير والاتش وان وما الى زلك. والجزء ده احنا هندرسه في الجزء الرابع. ولكن انا هجرب التست دون. والقيمة اللي المفروض تطلع لي. تكون اقل من زير بوينت فايف. هتكون اا نورمال. لو تليلي حاجة اكتر من زير بوينت فايف هتبقى الداتة بتاعتي مش نورمال. بناء على التست ده. تعال نرن. بالفعل انا اطلع له قيمة تمام? الفنكشن اسمها اا تشابيرو دوت تست. بحطوا جواها الفاريبل بتاعي اللي هو الراندم الداتة اللي انا انشأتها فوق دي. اللي انا عملت بالشكل دون. والان عملتها هنا. تمام? وداني ان بتاعتي زيرو بوينت آآ زيرو بوينت تو يعني هي اقل من زيرو بوينت زيرو فايف. تمام? في الحالة دي انا ممكن اقبل بتاعتي على اساس انها انا مش عايزك تفكر في موضوع آآ نورمال ولا مش نورمال دلوقتي ومش عايزك تفكر في التست ده خالص انا عايزك تلغي اصلا ده كده. تمام? انا مش مهتم بي دلوقتي. لانه هو معتمد على وانا عارف ان انت ممكن يكون ما عندكش باكراوند بالهايبوس تست. وهتاخد مننا سبعتاشر حلقة اصلا في الكورس دوان. فانا مش مهتم بموضوع التست دوان دلوقتي. انا اهمني ان انت تعرف ان احنا هنفجولايز الداتة بتاعتنا ازاي? بالهيستو جرام. ممكن نعملها بالجيوم دنستي زي كده. تمام? ولو حبينا نتشيك يعني الداتة بتاعتي نورمال ولا مش نورمال ممكن نستخدم الكيكي بلوت زي ده بالشكل دوان. و كفاية او الحد هنا عشان نبدأ نخش في الحاجات التانية. والهايبوس تست انا هادها لك في حوالي خمستاشر حلقة. فهتفهمها و هتطقنها. ولكن دلوقتي انا مش عايز منك حاجة في موضوع التست دلوقتي. شكرا شوفكم الحلقة الجاية. والسلام عليكم.